يا امساء الخير ويا اهلا وسهلا على كل الاهلوية نبتدي مع حضراتكم اسبوع جديد اسبوع ان شاء الله موفق اسبوع مهم جدا هبتدي فيه وهينطلق فيه مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا وكاتل حقيقة بروفا مهمة جدا مش بس عشان حققنا العلامة كاملة ووصل رصيد الاهلي في بطولة الدوري لست نقاط لكن كمان يمكن وده الاهم ان احنا تطمننا على مستوى الفرقة اللي بالتأكيد قدمت كرة وقدمت اداء افضل بكتير جدا من مباراة الانطلاق ومباراة المقصة مباراة الاهلي وغز المحل الحقيقة كان يمكن فيها عدد كبير جدا من المكاسب بالاضافة للي اطمئننا على الفرقة قبل ما نبتدي مشوار افريقي اعتقد واحد كان من اهم المكاسب والفيه الحقيقة يمكن يكون شبه اجمع عليه من جماهير النادي الاهلي محمد شريف اللي تقلق في مباراة الامس والحقيقة كان واحد من اهم اهم نجومها اهلا وسهلا بحضراتكم ومساء الخير يا صار على غزل المحلة فريق عريق والحقيقة فعلا زي ما احمد قال يمكن النادي الاهلي ظهر بشكل كويس جدا وخصوصا في الشوت التاني يمكن الشوت الاول كان صنعنا هجمات كتير ولكن ما كناش بالمستوى اللي احنا عايزينه ولكن الشوت التاني طبعا قدرنا ان احنا نتحكم في الماتش بشكل اكبر وقدرنا ان احنا نتسجل الثلاث اهداف المباراة كلها في كوم وفعلا محمد شريف في كوم تاني يعني الحقيقة يمكن من مباراة مصر المقاصة وكنا بنتكلم بعدها انه كان نفسنا انه الهدف اللي جابه يتحسب او انه يجيب هدف علشان يدي له ثقة في نفسه اكتر خصوصا انه كان عامل ماتش كويس جدا محمد شريف مبارح كان رائع في مباراة غزل المحلة تحركات رائعة الحقيقة ويمكن محمد شريف نوع المهاجم اللي انا بحبه اللي هو مهاجم تسعة مش صريح مهاجم مش صريح يعني بيسموه في لغة الكورة الفولس ناين او مهاجم تسعة الوهمي او تسعة ونص وزيفر مينو كده في ليبر بول يا احمد فالحقيقة كان عامل مباراة رائعة تحركات كويسة جدا بالكورة ومن غير الكورة وفنشر رائع اعتقد ان محمد شريف يمكن اضافة كبيرة قوي لنادي الاهلي وهنشوف اكتر منه الفترة اللي جاية خصوصا لما يكون فيه انسجام اكبر بين اللعيبة اعتقد هو وكهرباء يا احمد هيشكل صنائي هجومي خطير الفترة اللي جاية الاهم ان احنا نقول لشريف انه النجاح ده محتاج مجهود ومحتاج تأكيد انك انت تاخد ثقة جمال النادي الاهلي ده شيء كبير جدا بيحلب بيه كتير من نجوم اللعبة في مصر فبالتالي مهم جدا عشان تحافظ على ثقة انك تحافظ على مستواك وانك تتطور من مباراة لمباراة خصوصا انه جماهير النادي الاهلي مستنية منك كتير واللي حصل في مطش الغزل ما هو الا مجرد بداية وبمناسبة الكلام عن شريف اللي من وجهة نظر كتير من جماهير النادي الاهلي كان افضل لها في مباراة الامس خلونا نفكر حضراتكم واللي ما تبقوش حلقة او بداية السيزن ده مع السادسة انه احنا كل حلقة بنفتح للجمهور مساحة عشان يشاركوا بالتصويت على صفحتنا على مواقع التواصل على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي مين هم افضل ثلاث لعبين في مباراة غزل المحل طبعا نتيجة التصويت على مباراة المقصة وافضل ثلاث لعبين احتلوا المركز الثلاثة الاولى هنعلنها على مدار الحلقة النهاردة بس بنفكر حضراتكم بالمشاركة على صفحتنا الفائز بالمركز الاول بيحصد ثلاث نقاط والفائز بالمركز الثاني بيحصد نقطتين والفائز بالمركز الثلاث بيحصد نقطة واحدة ومع استمرار المشوار بتاع نادي الاهلي ومع استمرار مباراة النادي الاهلي هنقدر نتعرف من خلال تصويت حقيقي لجمهور في كل المباراة على حدة مين هو نجم الاهلي في هذا الشهر ومين هو نجم الاهلي في الموسم كله بناء على تقييم مباراة بعد مباراة زي ما ظهر قدام حضراتكم على الشاشة على صفحة نادي الأهلي أو الأهلي تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي اختار أفضل ثلاث لعبين من نادي الأهلي في مباراة الأهلي وغزل المحل نبدأ مع حضراتكم حلقة النهاردة بأهم الأخبار والعنوان الأهلي يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة صاندف بدوري الأبطال جونسون يحضر لعبي الأهلي في بداية الميران فحص تبديل السلية ومروان ونادبت يواصلان التأهيل الجهاز الفني واللعبون يحتفلون بعيد ميلاد الشناوي اتحاد الكرة يبدأ إجراءات إعادة منتخب الشباب ويشكل لجنة تقصي حقائق صلاح جماهير كرة القدم ستذكر اسمي بسبب ما حققته مع ليفر بول كل سنة وإنت طيب يحارس مصر الأول طبعاً رجل الموسم بلا منازع الشناوي طبعاً اللي دايماً جماهير الأهلي متطمنة وهو في حراسة مرمى النادي الأهلي وقد إيه الحقيقة يعني ليه دور كبير قوي 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 مع نادي الأهلي الموسم ده ويعني في الدوري بس تمن أهداف بس في مرمى الشناوي وكان عامل موسم رائع جداً دوري أبطال أفريقيا وكاس مصر الحقيقة دايماً بنبقى متطمنين والشناوي موجود في حراسة المرمى وكابتن الفريق هو الحقيقة يمكن كمان دوره ككابتن الفريق يا سارة يعني لا يقل أهمية عن دوره كحارس مرمى متميز جداً يعني الشناوي ما فيش خلاف عليه لما بتجي تلعب مطش مع الأهلي أو مطش مع منتخب مصر مثلاً وانت بتفكر في التشكيل بيبقى في مراكز يعني انت بتبقى محتار فيها خصوصاً لو فيها أكتر من لعب على مستوى جيد في تقارب في المستويات بينهم بمن بعض لكن في مراكز ثانية محسومة متفكرش منها مركز حراسة المرمى ربنا الحقيقة يعني يعني يحافظ عليه أول حاجة طبعاً الشناوي الحقيقة مكسب كبير جداً للكورة المصرية ومكسب كبير جداً للنادي الأهلي يقدم سيزن أكتر من رائع ومستنين لسه منه الأروع وواحد من الناس كمان الحقيقة اللي عندها قدرة كبيرة جداً على أن يطور مستوى يعني مهما تقدم المستوى ومهما الناس أشدد به هو ما بيبطلش وهو ما بيقافش ودي عقلية اللعب المحترف اللي بتمنى أنها أو ثقافة اللعب المحترف اللي بتمنى أنها تنتشر بقى في مصر لأنه من ناحية الموهبة أنا واثق أنه مصر مليان موهب كتير جداً لكن العقلية دي هي اللي احنا عايزين نشتر عليه شوية دوره كقائد كابتن أو كابتن للفريق الحقيقة دور مماز جداً وأنا كنت بتكلم لما تفتكروا لو تفتكروا على الأزمة اللي حصلت في شرط الكابتن بتاعت منتخب مصر قلت أن الموضوع موضوع أقدمي الموضوع موضوع شخصية القيادة دي مهارة أو ليها مواصفات معاناة لابد أنها تتوافر في الشخصية اللي هتقود خصوصاً لما تكون بتكلم على منتخب بحجم منتخب مصر أو نادي بحجم النادي الأهلي والحقيقة هو كان خير قائد لمسيرة النادي الأهلي في المسم الأخير كل سنة أنت طيب يا شناوي وبنسبة اللعيبة ونجوم النادي الأهلي خلينا بقى نعلن لحضراتكم نتيجة تصويت الجماهير احنا اتفقنا أن هذه الجائزة هتكون منوحة بناء على تصويت جمهور النادي الأهلي في كل خطوة بيأخذها الأهلي في المشاوير المتعددة سواء كان دوري عام أو سواء كان بطولة أفريقيا أو سواء كان كاس عالم للأندية وغيرها من البطولات اللي هيخدها النادي الأهلي ونروح لسارة هتعلن عن أول نتيجة تصويت في أول مطشاط الأهلي لهذا الموسم كان مطش أو كان مطش الأهلي ومصر المقصة نحن نعلن مع بعض أنا كنت قلت لك أنه كهرباء مكتسح وفعلا كهرباء هو أكتر تصويت جاله طبعا السلية وعلي معلول طيب يبقى كهرباء كده واخد أول ثلاث نقط في بنك السادسة يعني خلينا نقول كده معا أول ثلاث نقاط حصدهم أو حصدهم نتيجة تقلقه في مباراة مصر المقصة بيجي في المركز الثاني السلية وبيجي في المركز الثالث علي معلول أيمن أشرف ما كانش بعيد على إطلاق هارد لك يا أيمن قدمت مباراة محترمة جدا وكتير من الجماهير أشادت بمستواك لكن يعني هناخد إحنا اتفاقنا أن احنا هناخد أول ثلاث مراكز وعندنا في الشهر ده ثلاث مطشاط جايين هنحسب عدد النقاط وبناء عليها السادسة هتعلن مين هو أفضل لاعب في شهر 12 من نجوم النادي الأهلي بناء على اختيارات الجماهير ومن اللحظة دي اتفتح التصويت على تاني مطشاط النادي الأهلي الأهلي وغزل المحلة ونطلب من حضراتكم طبعا المشاركة مين هم أفضل ثلاث لعبين في مباراة الأهلي وغزل المحلة كده كده زي ما قلنا كهرباء ثلاثة السولية اتنين وعلي معلول نقطة واحدة طبعا أنا يعني من ساعة لما خطينا البوست على الصفحة احنا كنا كده يعني بندي أنا مش عايزة أغشش الجمهور بس في حاجات بتواضحة جدا وأنا حتى لما تبعنا من أول يوم كنا شايفين أنه كهرباء كان في حالة إجماع كبيرة جدا عليه حاسين برضو أو يعني أنا والزملاء محمد شريف بالضبط كده شايفينه محمد شريف يمكن قريب جدا من هو ياخد أول ثلاث نقاط بعد تقلقه في مطش الغز وقد إيه ده إحساس حلو أنه يبقى ثاني مباراة ليك بس مع نادي الأهلي بعد الرجوع من الإعارة يا أحمد وتبقى يعني أفضل رجل في المباراة يعني قد إيه ده بيدي ثقة بالنفس وبيدي دفع مع نواية كبيرة قوي للعب خصوصا للمباريات اللي جاية والمرحلة اللي احنا دخلين عليها هو الأهم كمان أنه في حالة اتفاق دي حد ذاتها مهمة جدا يعني ساين مباشرة جدا يعني عايز أقول لحضراتكم أنه المنافسة بين الرباعي كهربا والسلية ومعلول وآيمن أشرف كانت كبيرة جدا وكان دخل معهم لعيبة تانية منها الشناوي ومنها ناصر ومنها بدر بنون لكن أقصد أقول أنه في وقت من الوقت بتحس أنه الجمهور متفق من غير ما يتفق يعني الناس متفق على محمد شريف في مطش الغز لغاية اللحظة طبعا ما حدش عارف الناس ممكن تعمل إيه في القامة اللي جاية بس أنا بقول لغاية اللحظة فيه التفاق أنه محمد شريف هو رجل المباراة الأول لكن احنا كمان محتاجين مين تاني أفضل لعب وكمان مين تالت أفضل لعب في المباراة طبعا من وجهة نظر الجماهير طبعا كتب أقول إن ده النوع المفضل من المهاجمين بالنسبة لي اللي هو مش رقم تسعة مش صريح وحريف أنت تسعة ونص تسعة ونص وفولس ناين وتسعة الواهمي وشادو سترايكر ممكن جدا الحقيقة هو مهاجم الحقيقة في مهاجم بيبقى يعني من موليد منطقة الجزاء زي ما بيقول المهاجم صندوق مهاجم تخصصه أنه يبقى موجود جواه الصندوق ويخلص لأ شريف يمكن مش من النوع ده يعني المهاجم ده مثلا من ستايل عمري زاكي ستايل عماد متعب دول مهاجم الصندوق لكن محمد شريف يمكن يميل أكتر أنه ينزل برا الصندوق ويميل أكتر أنه يلعب على الأطراف لكن الأهم في شريف يمكن والذي ظهر جدا في ماطش غزل المحلة الحسة التهديفية العلاقة بالثلاث خشبات دي حاجة بتبقى يعني أساسية جدا في اللعيب اللي بيمثل أو بيشارك في خط هجوم فرقة بحجم النادي الأهلي فكرة أنك أنت من أي حتة ومن نص فرصة يعني مثلا جون على فكرة عمري بان أنه هو سهل لكن الكرة صعبة جدا لأن الكرة بداية راحت في طرف الصندوق يعني راحت برا الصندوق على ناحية الشمال متطرفة وعلى شماله وهو مش شايف الجون وهو بيشطها والمسافة إلى حد ما تعتبر بعيدة فده جون مرتبط بالحسة التهديفية إحساسك بالمكان اللي أنت موجودة فيه وإحساسك أنك حفظة مكان المرمى موجود فيه وعرفة تصويبي من غير ما تشوفي ودي ملكة مش موجودة عند كتير من اللعيب فكرة أن معظم الفرص معاية الترجم لأهداف دي حاجة بتطمنة دي حاجة احنا محتاجينها كجمهور لنادي الأهلي أحمد طبعا أكيد أنا أعتقد أنه يعني إلى حد كبير شريف قدم أولاء اعتماده الجماعير النادي الأهلي بعد بس 180 دقيقة لعبها وشاير التيشيرت كمان لما يكون فيه انسجام أكتر بين اللعيبة لأنه فيه لعيبة كتير طبعا رجع وهيبقى فيه انسجام طبعا بشكل كامل نروح بقى طبعا لأخبار أقوله بس حاجة قبل الأخبار دي رسالة لمحمد شريف عشان التيشيرت اللي أنت لابسها من بين تيشيرتات النادي الأهلي تقيلة جدا 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 رقم عشرة ده بالنسبة للأهلوية حاجة كده بحتة تانية خالص فنتمنى إن شاء الله بإذن الله أنك تكون في بداية موفقة وتكون عارف أنه ده يستلزم منك شغل كتير جدا ويستلزم أنك تطور من مستواك ويستلزم أنك تكون قد ثقة ملايين من جماهير النادي الأهلي في الفترة اللي جاية وأعتقد أنه يعني بنسبة كبيرة هنقول مبروك مبدئين على أول تلات نقطة لمحمد شريف في سباق أفضل لعبي النادي الأهلي نروح للأخبار نروح للأخبار الأهلي النهاردة الحقيقة ووصل تدريباته من غير أي راحة بعد ما فاز طبعا على غزل المحلة مبارح وطبعا قبل السفر بكرة لمواجهة ثاني داب بطل النيجر في ذهاب دوري 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا اللاعبين اللي خادوا مباراة المحلة مبارح اكتفوا بأنهم يقدوا لتدريبات الاستشفائية والبدنية في الجام تحت إشراف مدرب أحمال الفريق الفريق كمان أجرى مسحة طبية النهاردة الدهر ووفقا طبعا للبروتوكول الطبي المتبع قبل السفر والمباريات اللي بتقام خارج مصر والمفروض أن هتتوجه بعثة فريق طبعا الكرة برئيسة محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة للنيجر بكرة بطيارة خاصة استعدادا لمواجهة ثاني داب يوم 23 ديسامبر بداية امتلاق بقى مشوار أفريقي جديد والعشرة يا أهلي يعني الحقيقة يمكن ده اللي هيكون شعار المرحلة الجاية في دوري أبطال أفريقيا والبداية إن شاء الله هتكون أمام بطل النيجر وبمناسبة سفر البعثة بكرة خليني أقول لحضراتكم أنه موقف مسيماني لغاية اللحظة اللي احنا بتكلم حضراتكم فيها مش واضح البيتسو مسيماني عمل مسحة النهاردة ويمكن نتيجتها هتظهر في خلال ساعة أو ساعة ونص وبناء على حدد موقفه من الصفر ومرافقة بعثة فريق نادي الأهلي للنيجر من عدمه ولكن إذا لم يتمكن مسيماني فكيفين جونسون هيكون في قيادة الفريق الفنية في مواجهة بطل النيجر خليني أقول لحضراتكم أنه كيفين جونسون حقيقة كمان المدرب العام للفريق الأول للكرة في النادي الأهلي بعد مطش الغازل حقيقة كان فيه محاضرة نظرية للعيبة قبل ما ينطلق مران الصباحي اللي تلعب النهاردة واللي حصل النهاردة على ملعب التتش في فرع الجزيرة كان خلاله يمكن جونسون حريص على أنه يجتمع بالعيبة النادي الأهلي وتكلم معهم بشكل مفصل على الإيجابيات اللي حصلت فيه أداء الفريق وكمان ركز على السلبيات عشان يتم تفاديها في الفترة اللي جاية خصوصا أنه يمكن إلى حد ما ظهر الأهلي بمستوى أفضل بكتير من مباراة مصر المقصة اللي كانت في بداية انطلاق الدوري العام نروح بقى لعمر السلية اللي أدى جلسة في الجام على هامش التمرين وده طبعا بعد ما كان حس بشوية ألم كده خلال عملية الإحماء قبل مواجهة طبعا غزل المحلة وساعتها فضل الجهاز الفني أنهو ما يجذفش باللاعب كمان مروان محسن وكريم ندفد وصلوا تنفيذ برنامجهم التأهيلي من الإصابة وخاد مروان جانب من التدريبات الاستشفائية في الجام وقدى كريم ندفد جلسة في الجام وجانب من طبعا التدريبات برضو والجري حول الملعب كان حلو جدا أنه بعد ما حصل مشكلة للسلية أو هو بيسخن كان فيه الإصابة أو حس بألم أو كده أنه يبقى عندنا أوراق تانية جاهزة زي ما نزل حمزي فتحه وعمل مباراة حلوة جدا الحقيقة أحمد حلو إحساس أنه دايما عندنا فريق كامل والحمد لله دكة كمان قوية مش بس الفريق وده يفرق جدا معنا كلنا ويفرق أنه فعلا كل اللعبة النادي الأهلي تستهل وتستحق وتقدر تلعب أساسيا أحمد هو الميزة في بداية السيزن ده يا سارة أنه أنت مش بس بتكلمي على الأساسيين واللعيبة اللي عندك كلا أنت في كل خط بقى عندك وفرة تريحك بشكل كبير جدا في الاختيارات وتخلق وده مهم جدا 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 مع الفريق اللي بنفس على البطولة تخلق نوع من المنافسة الإيجابية بين اللعيبة في كل خط كل لاعب بيلعب وحواليه 2-3 من النجوم في نفس مركزه فبالتالي عايز يظهر وعايز يأكد أنه يستحق أنه يكون أساسي فيه التشكيلة بتاعة النادي الأهلي فبالتالي بيطلع أقصى ما عنده عشان يكون موجود غير لما لعب بيحس أنه لوحده في المركز واللي موجودين معاه مش على نفس المستوى أو إصابات فبيبقى ضامن كده كده أنه هو موجود في التشكيل فإلى حد ما ممكن تأثر على تركيزه وعلى إصراره في أنه يطور من مستوى ففكرة المنافسة بين اللعبين دي نقطة تانية والأهمة بالنسبة لنا كجمهور أنت النهاردة لما تيجي تتكلم على خط ظهر خط نص خط هجوم النادي الأهلي عندك أريحية بالنسبة للجهاز الفني بيتهالي برضو فكرة أنه ما فيش أي داعي للمجاسفة يعني دي في وقت من الأوقات ممكن الجهاز يبقى محتاج لعيب وما عندهش بديل لي والعيب ده ممكن يبقى مصاب فإضطر أنه يتك عليه أو أنه يشركه في جزء من مباراة وده في نهاية الأمر الحقيقة بيبقى شيء مضر للفريق وللعيب لكن النهاردة الجهاز الفني يستدعي أي مجاسفة من أي نوع وبدل اللعيب عنده اثنين وثلاثة واربعة في كل خط يقدر يعتمد عليهم وزي ما قالت سارة المستويات متقربة إلى حد كبير ففي أريحية في الاختيار نروح للاعب الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي والجهاز الفني والإداري للنهاردة زي ما احتفلنا في بداية الحلقة كده أنا وصارة كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد محمد الشناوي كابتن الفريق وكل الحقيقة الجهاز الفني وكل اللعيبة كانوا حرسين زي ما حضرتكم شايفين كده تورطايا لطيفة السوبر الشناوي عشان يحتفلوا بعيد ميلاد تقديرا منهم أو أنا أعتقد يعني أنه الشناوي بالنسبة لعدة نادي الأهلي ليه مكانة خاصة جدا وعارفين أنه ليه دور كبير جدا في الفريق مش بس جوال ملعب لكن كمان الحقيقة بره الملعب نروح بقى الموضوع مهم جدا وهو طبعا موضوع منتخب الشباب يمكن اتحاد الكرة بدأ في أنه يتخذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس مع استمرار الظروف الصعبة لمشاركته في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية مفروض للشباب 2021 خاطب الاتحاد ووزارة الشباب ورياضة النهاردة الصبح أو إمبارح الصبح لدعم طلب طيارة خاصة مجهزة طبيا لده وزارة الطيران المدني وده حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال طبعا علاج المصابين من أعضاءها بCOVID-19 أو فيروس كورونا طبعا على أرض مصر وده لضمان رعاية طبية أفضل أبدأ كمان للتحاد استعداده التام لتقطير جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة وقررت اللجنة السلساء المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي قدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل فالبطولة دي ومفروض فعلا تتشكل لجنة تقصي حقائق على النحو التالي حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية ودكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية ودكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية ودكتور مصطفى عزام طبعا مقررنا للجنة واللجنة الاستعانة طبعا بمن ترى يعني ممكن ينجز المهمة دي لأنه الحقيقة مشكلة كبيرة أحمد وأنا حاسة أنك عايزة تقولها لا هو الحقيقة يعني يمكن في اللحظة اللي حي مكلم حضراتكم فيها بمناسبة خبر اللي أنت بتقولي عن بعثة منتخب مصر إحنا يمكن ومن تونس في نفس اللحظة اللي بنكلم حضراتكم فيها وصلت لنا معلومات أنه بعثة المنتخب الوطني للشباب وصلت بالفعل لمطار قرطاج عشان يستقلوا طائرة العودة للقاهرة مرة تانية ومجرد وصولهم بالسلامة إن شاء الله لمصر هيتم يعني نقلهم لمستشفى أو لمكان إقامة محل إقامة لعزلهم بشكل كبير عشان نتطمن إن شاء الله بإذن الله على متابعتهم للبرنامج العلاجي وسلامتهم بإذن الله أنهم يخرجوا بألف السلامة خليني أقول بقى تعليقا بس على لجنة تقص الحقائق أنا بعتقد أن احنا أمام حالة إهمال واستهتار بداية من ما قبل السفر إلى تونس يعني اللي احنا وصلنا لي والسيناريو اللي احنا وصلنا ليه بالاستبعاد من البطولة المؤهلة للكاس عم أفريقيا وبالتالي من كاس العالم سيناريو نحسب عليه أو يحسب القائمين على ملف المنتخب الوطني للشباب من القاهرة من قبل ما نوصل تونس ومن قبل ما يتم أخذ المسحة ومن قبل ما يتم إعلان سلبية إيجابية 16 لعب من المنتخب وإلغاء مباراة ليبيا الإهمال طبعا دي صورة يمكن جاءنا من تونس مباشرة دي صورة لعب ومنتخب مصر الشباب مقدر تماما 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 حالة الإحباط حالة الإحباط كبيرة جدا أنك أنت تبقى رايح تلعب بطولة أو أنت في بداية حياتك وراح تلعب بطولة كبيرة وعندك حلم كبير جدا أنك أنت تلعب كاس عالم أعتقد أنه حضراتكم لو حطيتوا نفسكم ما كان أي ولد من الأولاد دول وشباب المصري دول وكما أن يكتل ربيع ياسين يا أحمد يعني قعد سنتين يجهز الفريق ده وعمل شغل قوي جدا ورائع جدا معاهم على الأرض كل هذا المجهود كل هذا الوقت وطبعا فيه فلوس والفلوس يمكن أخر همي أهم حاجة طبعا أننا نطمن على الأولاد دول ونطمن على سلامتهم لكن ما حصل ما حدث في تونس واحد من ملفات الإخفاق اللي لابد من محاسبة المسؤولين عنها ونتمنى طبعا وبالتأكيد لجنة تقصي الحقائق هتعلن عن ده وعن المسؤولين على النتيجة المغزية اللي وصل لها المنتخب بدون أن هو يلعب أو يشارك فيه البطولة أو حتى في مباراة واحدة نروح لصلاح وصلاح النهاردة قبل ما تتكلمي على الانترفيو صارى صلاح النهاردة كان متقلق في تريمير ليج هو يبدو أنه حط نفسه في كونفورت زون كده أو في منطقة إنعزال وراحة قدت إلى تقلقه بشكل كبير أنا يمكن تباعت ماتش ليفر بول وتوتنهم اللي خلس اتنين واحد وشفت أداء أكتر من رائع لليفر وأداء جميل جدا لصلاح لكن الحقيقة النهاردة يمكن رغم أنه ما ابتداش المباراة لكن كان هادي قوي وكان متقلق جدا أنا شفت ماتش تاتنام بس النهاردة السبعة سبعة صفر اتنين أسيست وهو نزل آخر يمكن خمسة عشرين أو تمانية عشرين دقيقة في الماتش لكن قدر يجيب جون يتصدر به قائمة الهدفين في البريمير ليج وقدر يعمل اتنين أسيست أكتر من رائعين وبالتالي الحقيقة أعتقد أنه يعني ماتش أعتقد بالنسبة ليفر بول جاب محمد صلاح جاب جونين النهاردة ووصل لتلاتاشر هدف تصدر به قائمة الهدفين وليفر بول كده ينفلت بالصدارة بفارق ست نقاط عن أقرب منافس له وهو توتن طبعا احساس بالفخر من اللي صلاح بيعمله مع ليفر بول ويكونوا كمان في المركز السادس في جازة دباست أو أفضل لعب في العالم وأكيد يعني ان شاء الله السنة الجاية يكون من أول تلاتة وياخد كمان الجايزة طيب كان صلاح ليحوار تويل مع صحيفة أس الإسبانية خلينا نقول لحضراتكم أبرز أهم العنوين والكلام اللي قاله نجم ليفر بول لما تسأل عن انتقاله لريال مدريد أو برشلونا قال انه بيركز على تتويج ليفر بول بالبريمير ليج ودوري الأبطال من جديد وقال انه عن الأرقام القياسية في إنجلترا طبعا عن مسألة بقى رحيل ودي حاجة في إيد النادي قال كمان في كلامه انه شعر بخبة أمل لعدم ارتداء شارة القيادة دي عايزة منك تعليق عليها بس نتكلم كمان عن سؤاله عن إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد بسبب طبعا راموس كان قال اعتقد ان جميع ما يحدث لأي لعب يعني خبة أمل أو الحاجات دي أو الحاسيس دي بتاعت الإحباط بتخليك أكثر قوة بعد كده في مسارتك طبعا نحو المستقبل بس الإصابة دي موضوع وانتهى بالنسباله ومش بيفكر فيه تماما على الإطلاق بسؤاله عن ماسي ورونالدو قال انه من الصعب تحديد بديل ليهم في ملاعب العالم وان اللي بيعملوا السنائي ده سواء ماسي او رونالدو في عالم كرة القدم شيء عظيم جدا ومذهل جدا يمكن فيما يتعلق بالشارة بما انك انت عايزة تعليق انا بعتقد انه موضوع الشارة دي زي ما اتفقنا هو مقاوماته شخصية قبل ما يكون قدمية يعني مش مهم انت لعبتي كم مطش مع فريق او موجودة معي من كم سيزن بقدم مهم جدا سلوبك وطريقتك في التعامل مع زملائك جوه الملعب وبرى الملعب وانا بيتهالي انه جزئيد برا الملعب دي يمكن تكون اهم كمان من التسعين دي اللي بيقضيها الفريق مع بعضه في اثناء المباراة انا بعتقد انه صلاح بقى عنده من الخبرة ومن العقلية ومن الشخصية اللي يسمح لي الحقيقة بانه يكون قائد اي فريق يلعب لي سواء كنا بنتكلم على ليفر او حتى لو انتقل فريق تاني واعتقد انه عقلية محمد صلاح دايما ويمكن شفنا له دور يعني في اوقات كتير جدا ممكن تبيجوا الملعب مش حتى شارط الكابتن لكن في احساس انك انت قادرة تحركي اللعيبة قادرة تحفزيهم قادرة تطلعيهم من مواقف صعبة وشفنا ده صلاح انا بقولك ده عن تجربة يستهيلها طبعا كل تأكيد وشفنا الدور ده محمد صلاح كان بيعمله حتى وهو مش لابس شارط الكابتن قال ايه بقى في النهاية حواره كمان وجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا ومخطره على المجتمع وقال اعتقد ان الامر ده كان صعب جدا على الناس كلها من البداية من البداية طبعا ظهور الفيروس وامر لازم ان احنا دلوقتي نتأقلم ونتعايش معه لحد ما ينتهي طبعا قال ان هو يتمنى ان هو ينتهي قريبا كمان طالب محمد صلاح كل الناس يعني بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي من اجل تفادي مخاطر التعرض للاصابة بفيروس كورونا قال ايه كمان هو الحقيقة تكلم عن حاجات كثيرة جدا وكلم عن دوره يعني كنجوم للعبة ويمكن نجوم لهم تأثير على اغلب المتباين اللي لعبة كرة القدم على مستوى العالم قال انه لابد ان كل واحد وصل للمكانة دي او النجوم دي انه يكون قدوة واتكلم على انه في رسائلة لابد انه هما يوصلوها للناس وانهما يمشوا دايما على الطريق الصح وانهما فيما يتعلق حتى بموضوع ازمة فيروس كورونا لابد من اتباع ارشادات الاطباء لانه الوضع صعب على الجميع ولكن في النهاية ختم حواره بانه بيأمل في انه الفيروس ده هو هو اثاره او الاثار الترتبط عليه انه يتلاشى بشكل سريع مهم جدا واحنا نتكلم على صلاح عشان احنا بنبقى فرحانين وفقورين انه في نجم مصري قدر يوصل قدر يوصل للمكانة دي وقدر يوصل انه يحقق كل الارقام القياسية دي خدوا بال حضراتكم مشوار صلاح الناجح مش بس مع ليفر بول تقلق قبل كده في اي اس روما ومن قبلها في فيرونتينا ومن قبلها كان مشوار في سن صغار جدا مع فريق بحجم تشيلسي مشوار كان فيه صعوبات كتيرة جدا وكان فيه مطبات كفيلة انه ناس كتيرة جدا لو خدت نفس المشوار انها تبطل او تتكسر او تزهق في مراحل مبكرة جدا عشان كده انا بتمنى من صلاح في يوم الايام انه وانا بتكلم دايما انه احنا قدام تجربة رفعت من سقف الامال والطموحات عند المصريين بتمنى انه يكون لي بصمة في تغيير طريقة التفكير وتغيير الثقافة بتاعت اللعب المصري لانه بحجم المواهب اللي موجودة عندنا انا شايف انه احنا ممكن يكون عندنا اكتر من صلاح في اكبر فرق اوروبا نروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل نتواصل مع حضراتكم مرة تانية احب حضراتكم مرة تانية ويمكن قبل الفاصل كنا منتكلم في محمد صلاح وقد ايه عامل الحقيقة مش موسم بقى يعني خلاص مسيرة رائعة مع ليفر بول ولسه لأكتر جاي وكنا بنقول انه في جايزة the best او الافضل كان في المركز السادس ونتمنى طبعا انه يمكن الموسم الجاي او السنة اللي جاي طبعا يبقى نشوف صلاح او لعب مصري بيتوج بجايزة افضل لعب في العالم جايزة the best او الافضل اللي خده طبعا السنة اللي حضراتكم عارفين ليفندوفسكي والحقيقة عامل موسم رائع اللاعب يعني يستحق الجايزة يعني يمكن اول مرة ياخدها بعدها يمنى طبعا رونالدو وميسي وقدر انه ياخدها طبعا من رونالدو وميسي ويمكن ليفندوفسكي قدر انه هو الحقيقة يكون هدف دوري ابطال اوروبا والكاس والدوري الالماني وعامل موسم قوي جدا حتى كمان جايزة افضل مدرب ما كانتش يمكن غريبة يمكن المنافسة كانت قوية بس يورجين كلوب الحقيقة يستحقها بعد ما قدر انه هو يرجع لقب البرامير ليك طبعا للليفر بول بعد غياب يمكن 30 سنة خلينا نتكلم اكتر طبعا على الجوائز والتصويت ومعروف طبعا طريق التصويت بالنسبة لجايزة دباست او الافضل بتبقى 25% بالتساوي للاعلاميين للجماهير ولقادة المنتخبات ومدربي المنتخبات معنا عبر سكايب دكتور وليد الحديدي الصحفي بمجلة الاهرام الرياضي ويمكن واحد من اللي صوتوا طبعا في جايزة دباست برحب بحضرتك على شاشة قناة الاهلي اهلا بك يا سارة تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدين الاهلي حب اعرف منك شفت ازاي نتائج الجوائز فيفا للأفضل في العالم لعام 2020 خصوصا طبعا بعد ما كنت الصحفي المصري المشارك طبعا في عملية تصويت هو طبعا يعني انا تشرفت باختيار الاتحاد الدولي لشخص يعني عشان اكون ممثل اعلامي لمصر وبالنسبة للنتائج يعني كان متوقع الحقيقة بالنسبة لجايزة احسن لها في العالم فوز روبرل فاندو بيسكي بالجايزة كان موسم الحقيقة كان موسم رائع يعني موسم استثنائي للنجم البولندي زي ما حضرتك اتكلمتي في المقدمة يعني بايرنام يونيخ طبعا اكتسح كل البطولات اللي شارك فيها فيز بخمس بطولات وعلى رأسها دوري الأبطال بالاضافة الى يعني اداء كمان كان استثنائي الحقيقة من ليفاندو بيسكي كان هدف كل البطولات اللي شارك فيها دوره المؤثر في فوز بيرنام يونيخ في كل هذه الألقاب وطبعا برضو دوره المؤثر والأهم وهي يعني نقدر نقول هي كريزة الموسم هي بطولة دوري الأبطال باعتبر انه كان موسم بسبب احداث كورونا وتأجيلات تأجيل اليورو تأجيل دورة الأولمبية في توكيو فكانت اهم بطولة الحقيقة خلال الموسم هي بطولة دوري أبطال أوروبا وبالتالي كان منطقي ان الفايز بها ونجمها هو اللي يتوج بلقب أفضل لعب طيب شايف انه صلاح يمكن كان يستحق مركز أفضل من التواجد في المرتبة استادسة ضمن أفضل لعبي العالم يعني خلينا نقول ان ما بدأ اي اختيار الفيفا لمحمد صلاح عشان ينافذ من ضمن 11 لاعب في العالم على لقب الأفضل ده في حد زيته تتويج لمحمد صلاح لان لما انت بتتكلمي في 11 لاعب فإذا انت بتتكلمي في فروقات بتكون قليلة جدا بين الأسماء المختارة وخصوصا كمان ان مش اللي اختار صلاح هم مسؤولين في الفيفا او حتى عضاء في لجنة الفنية لكن لجنة أساطير أساطير الفيفا ونجوم لعبة يعني مقونا من عشرة عشر نجوم من مختلف قرات العالم هم اللي حطوا اسم صلاح ضمن هذه القائمة صلاح للعام الثالث على التوالي بيتواجد ضمن المرشحين لجائزة سباست يعني في 2018 صلاح فاز بالمركز الثالث في إنجاز طبعا استثنائي وضخم جدا السنة اللي فاتت صلاح فاز بالمركز الرابع والسنة دي فاز بالمركز السادس انا شايف انه مش مشكلة كبيرة ان صلاح ياخد سادس او خامس او لان في الآخر زي ما قلتلك هو الفرق بينه بين مثلا دي براين صاحب المركز الخامس هي نقطة واحدة يعني لو كان صلاح تقدم بس مركز واحد في أحد تصويت الفئات كان هو هيبقى الخامس وقد كمان يتقدم للربع فإذا زي ما قلتلك الفروقات بسيطة جدا اللي على صلاح دلوقتي بقى انه هو خلاص يعني مرحلة انه يكون متواجد وتواجد مشرف دي خلاص تقطاها بمرحلة كبيرة محمد صلاح لازم يكون عنده تارجد دلوقتي وهدف واحد ان هو يتوق بلقب افضل لعب في العالم وانا شايف ان ده مش هيكون بعيد بإذن الله طيب ليه بقى الناس بتسأل بقى ليه محمد صلاح ممكن يكون غاب عن التشكيلة المثالية او فريق العامل اللي اعلن عنه الفيفا طبعا الموسم ده او سنة دي من وجهة نظرات هو طبعا يعني حابب اشرح للناس ان اختيار ترتيب او ال 11 لعب اللي هم بيتم التصويت عليهم كافضل لعيب العالم اللي هو طبعا الترتيب اللي كلنا عرفناه فاندوفيسكي رونالدو ميسي ساديوماني دي بروينز ومصلاح طريقة اختياره زي ما حضرتك قلت هي في فئات تصويتية الصحفيين والمدربين مدربين المنتخبات واكبات المنتخبات والتصويت الجماهيري لكن فريق العامل طريقة اختيار تانية بيشرف عليها او بتشرف عليها جمعية اللاعبين المحترفين في العالم وبيشارك في تصويتها او بيحدد اصواتها كل اللاعبين المحترفين في العالم بتتكلم عن حوالي 25 الف لعب محترف شاركوا في التصويت صلاح كان من ضمن القائمة النهائية اللي طرحت للتصويت 55 لعب كان من ضمنهم محمد صلاح لكن التصويت يعني توتل التصويت مع حط شمحمد صلاح يمكن علشان برضو وجود كريستيان ورونالدو ووجود ليون الميسي وطبعا بالاضافة للافاندوفاسكي في خط الهجوم يمكن لان وجود الثلاثة ده حرم صلاح انت عارف برضو يعني فكرة ان رونالدو وميسي يكونوا موجودين كماركز ثاني وتالت الموضوع لم يكنش فني اوي بقدر ان هو يعني الهوى التصويته دائما بيميل للنجوم يعني انت لو جيت تتكلمي عن موسم محمد صلاح مؤكد انه كان افضل من موسم ليون الميسي محمد صلاح فاس بدوري انجليزي احرز 23 هدف وصنع 13 هدف مع ليفاربول خاد احسن لاعب في كاس العالم للاندية فاس بالسوبر الاوروبي يعني انقصت حتى على المستوى الفردي والمستوى الجماعي ممكن يكون موسم صلاحه اكيد ان موسم صلاح مثلا افضل من ليون الميسي لكن الهوى التصويته دائما يعني نجوم عملت رصيد كبير وهو ده اللي هيجني محمد صلاح في المستقبل يعني هذا الرصيد اللي هيبنيه محمد صلاح دلوقتي او بيبنيه من ثلاث سنين فاته يعني هيلاقس ماره بعدين في السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها حتى الموسم اللي مش هيكون محمد صلاح فيها في الطوب فورم هتلاقيه متواجد وبينفس بقوة لانه بتتكلمي عن الرصيد الرصيد اللي نجم بيبنيه مش من سنة او باتنين لكن بالاستمرارية فعلشان كده انا بتفايله فكرة انه ما يكونش موجود في التشكيل الافضل للعام دي بالنسبة لي يعني اهميتها اقل بكتير من انه يكون سادس افضل لها في العالم وهو ده الاهم طيب بمناسبة بقى كلامك ولازم اروح معك لحتة دي دايما بسنا على مدار سنين ان التصويت بالنسبة لجازة دبست او الافضل مش بتبقى دايما يعني فارقة وعدلة مية في المية بمعنى انه دايما في وجهة نظر بتقول انه بيبقى فيه تدخل من جانب شركات الرعاية للفيفا في تحديد اسم الفايز او الترشيح السلاسي للمنافسة على لقب الافضل في العالم خصوصا بعد ما في ناس مثلا شايف ان اختيار كريستيانو رونالد وميسي ضمن التلاتة المرشحين الابرز للفوز بالجائزة رغم حقية بعض اللاعبين التانين يمكن زي ما حضرتك كنت لسه بتقول دلوقتي فعايز عرف رأيك في ده هل في تدخل فعلا او ممكن يكون في ده من جانب شركات الرعاية شو فيه مستحيل ده يصل يعني خلينا نتكلم عن الموسم ده الموسم ده الفيفا مثلا ما تدخلش في وضع الاسماء زي ما قلتلك فيه لجنة كان فيها عشر اسماء ديفيد فيا شفينش تايجر استويتش كوف من قارة اوروبا يديجو فورلان وموندراجون وكافو من قارة امريكا الجنوبية عصام الحضر يويا توري من قارة افريقيا ديفيد سوازو الهندراسي من قارة امريكا الشمالية وبركي جي سونج من قارة اسيا كانت دول العشر اسماء اللي وضعوا اسامي الحداشر لاعب المرشحين للجايد بدون تدخل الفيفا ولا اي شركة ولا اي مؤسسة الاسماء الحداشر المرشحين للتصويت طرحوا للتصويت العام وتصويت بكل شفافية يعني حضرتك بعد انتهاء الحفلة بدقيقة واحدة كان الفيفا منزل الليست او الدكومنت الخاص به التصويت وكل واحد من المصوطين اختار مين وما فيش اي حد اعترض لان الفيفا ما تدخلش في اي صوت انت يعني اللي اختاروا ميسي ورونالدو هم مجموعة كبيرة من الصحفيين ومجموعة كبيرة من كبات المنتخبات ومجموعة كبيرة من المدربين وطبعا الفئة الرابعة هي فئة الجماهير اللي زي ما قلتلك ان اسم النجم ورصيده وتاريخه بيشفع له اوقات حتى لو ما كانش اداءه في اعلى مستوى فاذا الموضوع طبعا بعيد تماما عن هذا الامر يعني الموضوع كان عادل تماما وتصويت عادل تماما بعيدا عن اي تدخلات وبعيدا عن اي تأثير لأي جهام طيب كويس جدا حضرتك فعلا وضحت النقطة دي لانه الكلام ده بنسمعه مش بس المراتي بنسمعه كتير جدا خليني نروح معك لحوار صلاح يمكن اجرى مع صحيفة اس الاسبانية واصارت تصريحاته الحقيقة جدل حاول مستقبله مع ليفر بول وامكانية انتقاله لأحد قطباي الليجة الاسبانية سواء ريال مدريد او برشلونا انت من وجهة نظرك يعني كصحفي كبير شايف انه صلاح يعني من الافضل ان هو يستمر في انجلترا ولا يكون ده الموسم الاخير ليه قبل ما يخد تجربة جديدة بص يعني خليني يعني اقسم الاجابة لجزئين الجزء الاول في تصريحات صلاح نفسه يعني انا شايفة تصريحات جانبها التوفيق في الوقت ده يعني ما كانش فيه داعي ابدا للتصريحات دي في الوقت ده اللي لسه بيبتدي موسم جديد وعنده تحدي مع ليفر بول يعني ممكن يكون صياغة حتى اجابة صلاح من قبل صحفي الاسب ممكن يكون فيها شوية تحوير في المعنى لكن في الاخر مؤكد ان محمد صلاح المح بهذا الامر وانا شايفه كان تصريح غير موفق الجزء التاني وانا حتى كتبت فيه قبل كده ان نادي ليفر بول لا يقل على الاطلاب كاسم وكتاريخ وكوضة وككل شيء عن برشلونا وعن ريال مدريد نادي ليفر بول هو بطل دوري ابطال اوروبا لست مرات كان اخرهم الموسم اللي قبل اللي فات نادي ليفر بول هو يعني الأكثر تتويجا في انجلترا وواحد من أكثر الأندية الجماهرية في العالم ونادي مستقر مديا ونادي يعني بيعتبروه حتى كل الخبراء وكل المتابعين يعني نادي يصنع الأساطير يعني دايما نادي ليفر بول يجيد تكريم أساطيره وانا شايف ان استمرار محمد صلاح في ليفر بول مع هذه الحالة مع مدرب بقيمة يورجين كلوب مع سكواد زي الأسماء اللي موجودة مع محمد صلاح فرصة كبيرة جدا لمحمد صلاح انه يبني تاريخ غير مسبوق لأي لاعب عربي او افريقي مش بس في الدورة الإنجليزي لكن على مستوى العالم وقد يعني يظل صلاح ليستمر كمان حتى بعد الاعتزال كأسطورة زي دالجليش زي كل الأساطير اللي احنا بنشوفهم وبايتهم بتكريمهم في ليفر بول سواء بتماثيل او في حضورهم مندوبين او يعني أنا أصد فيه تفاصيل كتير جدا لازم محمد صلاح يدرسها قبل ما يقرر الانتقال لأن مش معنى ان ريال مدريد او معنى ان بارشلونة عندهم قوة شرائية او عندهم جماهرية كبيرة ان نجاح صلاح مضمون يعني الخلطة خلاص او الكيميا خلاص محمد صلاح وجدها في ليفر بول ونجح بهذه الكيميا ونجح بهذه الخلطة وقدر يصنع هذا الظاهير الجماهيري مش بس النهاردة بتتكلم عن جماهير مصرية بتسند ليفر بول لكن يعني شهرة محمد صلاح في العالم كله وانا عن نفس سفرت اكتر من مرة وحضرت اكتر من ايفنت حتى اوقات ما كانش بيبقى فيه اي مشاركة لمحمد صلاح او نادي ليفر بول ومع ذلك يظل اسم محمد صلاح بيتردد على الألسنة وكل ده صنعه من خلال ليفر بول فانا شايفها تكون مخاطرة كبيرة جدا لو محمد صلاح قرر انه يترك كل هذا المجد وكل هذه الاجواء ويجرب او يخوض تجربة جديدة في دور الجديد مع نادي جديد ما يضمنش نسبة نجاحه ممكن تكون عاملها بشكر حضرتك جدا دكتور وليد الحديدي صحفي مجلة الاهرام الرياضي كنت معينا طبعا على شاشة قناة الاهلي والحقيقة فعلا يعني يمكن ده ارائل كتير من الناس او من جمهير او من محبي محمد صلاح انه من الافضل انه هو يستمر مع ليفر بول بعد الانسجام الكبير جدا بينه وبين يورجين كلوب بينه وبين اللعيبة المواسم الرائعة اللي عملها مع ليفر بول والحقيقة يمكن زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل فكرة تقلق محمد صلاح مع ليفر بول وانه لعب مصر بيعمل الانجاز الكبير ده والانجازات الكبيرة دي كوم وفكرة انه هو طبعا رفع السقف الطموحات بالنسبة لكل طفل مصري نفسه يلعب كورة او حتى مش بس مجال الكورة بس انه يقدر يوصل لحاجة عالمية بالشكل ده دي اضافة كبيرة جدا وحاجة الحقيقة تفرح انه فيه لاعب مصري قدر انه هو يوصل للعالمية بالشكل ده ويبقى محبوب الحقيقة من جماهير العالم كله ولسه المستقبل قدامه كبير طبعا هنشوف كتير بإذن الله من محمد صلاح بعد الفاصل كابتن محمود سمير مع زميلي الاعلامي احمد سمير سهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية واول ما يعني ابتدنا مع حضراتكم السادسة اتفقنا انه بالتأكيد فيه مساحة للتعبير عن رأي الجمهور اسمحوا لي قبل ما راحب بضيفي في السادسة واحد من نجوم النادي الاهلي واللعيبة الحريفة اللي بتحب الجمهور الكورة بتاعتهم خليني اقول لحضراتكم اننا يمكن سمعت وجهة نظر بتتكلم على انتقال كابتن احمد فتحي وكابتن رمضان صبحي لنادي بيرامدز ورغم ان الموضوع ده احنا قلنا بالنسبة لنا انه صفحة اتقفلت وما اتجرناش لاي نوع من انواع المهاترات رغم انه كان فيه حاجات كتير جدا يترد عليها لكن خليني اقول انه كابتن متحد شلبي لما كان بيتكلم على انه من وجهة نظره وهي وجهة نظر منطقية جدا على فكرة وتحترم جدا انه ما فيش فرق من وجهة نظره في انتقال احمد فتحي لبيرامدز عن انتقال رمضان صبحي لبيرامدز وبالتالي الامر لا يستدعي الدجة ولا يستدعي هو مش وجهه مش لاقي منطق للفرق بين الطريقة اللي خرج بيها احمد فتحي ومعاملة الجمهور لي والطريقة اللي خرج بيها رمضان صبحي ومعاملة الجمهور لي وسايف انه الاتنين عقودهم انتهت مع النادي الاهلي الفرق بس انه فتحي انتهى في نهاية السيزن ورمضان انتهى قبل ما السيزن يخلص الكلام ده كابتن متحد مع كامل الاحترام وانا قلت انها وجهة نظر تحترم جدا ومنطقية لكن يمكن تنفع اكتر مع نادي ملوش شعبية ولا جمهيرية ويمكن تنفع اكتر او تنطبق اكتر على الموضوع من وجهة نظر العلاقة بين الادارة واللاعب فقط لغير لكن لو حضرتك بسط لها من وجهة نظر الجمهور هتجد الامور مختلفة جملة وتفصيلا اولا الفارق بين الاتنين من وجهة نظر كتير من جماهير النادي الاهلي عشان مصادرش على رأي كل الجماهير انه كابتن احمد فتحي مشوار طويل جدا من العطاء مواقف كتيرة جدا كم كبير وحجم كبير جدا من الاخلاص نجاحات كتير جدا حجم انتماء كبير جدا في مواقف ظهر فيها معدن احمد فتحي مع جمهور النادي الاهلي ومن وجهة نظر الادارة في بعض الاوقات ومع كتير من النجوم مش بس بكلم على فتحي انه يحق لللاعب الانتقال في نهاية مشواره كنوع من انواع التكريم وده نوع من انواع التقدير اللي بتديه ادارة النادي الاهلي مش بكلم بس على ادارة كابتن خطيب كتير من الادارات عملت ده مع كتير من النجوم الاهلي على مدار التاريخ اما قصة انه يكون فيه تشبيه بين رمضان وبين احمد فتحي فده امر اسمح لي اقول لحضرتك عليه مغلوط ليه لانه دارة النادي الاهلي ابدا مش ممكن تفاوض لاعب الا بعد ما يعلن عن رغبته في الانتقال لصفوف النادي الاهلي وقلنا ان العلاقة بين الاهلي وبين اللاعب مش علاقة مادة فقط لغير صحيح المادة بتمثل ركن اساسي لكن الاخلاص والانتماء والرغبة في ارتداء فنلة النادي الاهلي شيء اساسي في اتمام الصفقة وده بالزبط اللي حصل مع كابتن رمضان صبحي وهو ما لا يلتزم به وخصوصا في تصريحاته لجماهير النادي الاهلي واللي اعلن فيها مرارا وتكرارا انه مش هلعب في مصر غير لنادي الاهلي عشان كده من حق جماهير النادي واسمح لي انها اتفرق تماما في التعامل وفي الموقف ما بين كابتن احمد فتحي الظاهير التاريخي للنادي الاهلي وبين كابتن رمضان صبحي اسمحوا لي بقى رحب بضفنا في حلقة السادسة من نهاردة وزي ما قلت لحضراتكم نجد من النجوم اللي صحيح ما لعبوش مع الاهلي فترة طويلة وصحيح ما استمتعناش بكورته كتير لكن الحقيقة كان من اللعيبة الحريفة من اللعيبة اللي تحب تتفرج عليها وبتحب ان الكورة تجيلها وللأسف الشديد دول مش كتير كابتن محمود سمير نجم النادي الاهلي ضفنا في السادسة مساء خير يا كابتن محسن نهي النور والسعيد بتواجدي مع حضرتك شرف لي انك تكون موجود معنا النهاردة وانت من اللعيبة اللي انا كنت بحبهم رغم انك انت يمكن ما ظهرتش مع الاهلي كتير كنت في جيل يطلق عليه جيل العظماء بدون تحيز لكن انت الحقيقة كنت موهبة كنت لعيب يعني زي ما قلت في بداية الحرقة من اللعيبة الحريفة اللي نستمتع دايما بأداءهم رب انا خديك ومتشكل على التقديمة الجميلة لا خالص استهل اكتر منها خلينا اسمع رأيك بالمنزف الكلام انت يعني كواحد اهلاوي واحنا كنا لسه بكلم معاك وقدي انه حبك للاهلي كان يعني خليه مش عايزة اقول تحية لكن بيبقى مأثر بشكل كبير انت لما جيت تنتقل نادي الاهلي عيش اكل الفريق وعيش اكل تيشرت نادي الاهلي كان واحد من اهم عناصر حسم القرار بالنسبة لك اكيد طبعا انا واحد من الناس اللي متربي وستعيلة اهلاوي بقى حاجة اسمها نادي الاهلي كان قرار حاسم بالنسبة لي لما جالي اهلي وزمالي وانا في اتنى الترسنة ان انا اكون قراري حاسم ان انا اكون متواجد في نادي اللي انا بحبه اللي انا بعشاقه اللي أنا كان نفسي في يوم من الأيام اللي أنا كنت متواجد فيه. فهو اللعيب دائماً هو بيبقى ليه القرار الأول والأخير. وهو اللي بيبقى مسؤوله عن قراره. من حق جميع نادي الزماني. كنا سمعت جميع نادي الأهلي. أن هي تزعل طبعاً من الكلام اللي بيتقال. لأن طبعاً زي ما حالك قلت أحمد فتحي نجم كبير جداً من أهم الباكات راية اللي يوجد في تاريخ مصر بعد الكابتر إبراهيم حسن. فكان لازم ياخد حقه طبعاً. والعيب أنا كنت بتمنى أنه يكون مكمل ويكون نهايته في نادي الأهلي. وإخلاصه وانتماؤه على مدار مشوار طويل جداً مع نادي الأهلي. مش محل شك. فيه حاجات بتبقى أمور واضحة للجمهور. ومش محتاجة حد يترجمها ومش محتاجة حد يتكلم عنها. المواقف والأفعال بتوصل بشكل كبير جداً لجماهير العشقة للنادي الأهلي. طبعاً أنا أحمد فتحي دينا شوفنا لحد آخر مباراة في نادي الأهلي. هو بيقدي تسعين ديئة. بيقدي على أكمل وجه. أنا بشوفه من أرجال لعيبة اللي جات مصر وجات النادي الأهلي. لعيبة كتير جداً. عظام لعبه في تاريخ نادي الأهلي. بس بخص بالذكرى أحمد فتحي من اللعيبة المخلصة لحد آخر يوم في عقده. وبيخلص مع نادي الأهلي خاصة في بطروض أفريقيا. اللي كان نفسي أنه يكون متواجد في ناية أفريقيا. وكان يستحق أنه يتواج مع اللعيبة. فأتمنى له التوفيق طبعاً. بالتوفيق إن شاء الله الكابتن أحمد فتحي يستهل كل خير. وخليني أبتدي معاك أنت بقى. يعني لو تكلمنا كده عن كواليس انضمامك للنادي الأهلي. وإنت يمكن دخلت في فترة فرقة النادي الأهلي كانت يعني يعني مش أقول متوهجة. الحقيقة الجيل ده من اللعيبة والتوقيت ده. أنا أقول دايماً أنه العشر سنين الأولانيين من الألفية الجديدة. كانت فترة ذهبية وتاريخية تحدي وصعوبة كبيرة لأي جيل جاي في النادي الأهلي أنه يكرر نفس الفترة دي. اكلمني عن ملامح الفترة بس. خليني أسترجع معك كده شوية من الزكريات. لا طبعاً يعني ده حد النهار ده أنا بجأحكي لبناتي وكده يعني من أحلى فترات حياتي. أن النادي الأهلي من ضمن 400-500 لعيب أنه يختار محمود سمير من نادي الترسنة. فده بالنسبة لي كانت حاجة كبيرة جداً. وأن ربنا يديه لك بتحققها أنك تكون متواجد في النادي الأهلي. ففترة أكيد بالنسبة لي مهمة جداً في حياتي كان نفسي أرضي طموحي وأرضي طموح جمهور النادي الأهلي. أن أنا أكون على قد المسئولية أن أنا أكون نجمي من النجوم الموجودة في النادي الأهلي. صادفني سوق حظي طبعاً بكسرة النجوم اللي كانت موجودة وحركة تعلم طبعاً. كم من النجوم اللي كانت موجودة. وعماد متعب وإحماد حسن واللعيبة تقيلة كابتن أحمد حسن. طبعاً نجم منتخب مصر وسن ياسر محمدي. فإنك تخش الاسكور وسط الجيل العظيم ده طبعاً ديكت حاجة كبيرة جداً. والناس اللي ما تعرفوش أنه كان في التمرين الموضوع حرب. يعني الموضوع ممكن الناس تجي تتكلم. حربة شريفة طبعاً. طبعاً الناس كلها تكتهد وتتعب بالنياة تخش الاسكور. 35 لعيب كانت تقايمة ساعتها في الفترة دي. فإنك تختار 18 لعيب كانت مسؤولية كبيرة على مستر مانو. تختار 11 يلعبه كانت مسؤولية كبيرة على مستر مانو. طبعاً. لكن الناس كلها كانت بتحارب أنها يكون متواجدة. والناس اللي ما تعرفوش أنه اللي يشوف تمرين النادي الأهلي أصعب بكتير من المباريات. في ناس كتير ممكن تقول لك اللعبة دي بتتصاب إمتى؟ ده ما بلعبوش. لا اللعبة بتتصاب من الحرب اللي بتحصل في التمرين. الناس كلها نفسها تكون متواجدة. كل واحد يطلع يعني أقصى ما عنده عشان يبقى في التشكيل. طبعاً أنا ما بجيبش اللوم ولا على نفسي ولا على مستر مانو للجهز الفني. هو الراجل اللي كان معذور عنده جوم كتير وعنده ناس في مكان محمود سمير زي أبو تريكا وبركات وكابتن أحمد حسن وحسين ياسر محمدي. فإنك تختار اتنين يكونوا متواجدين فالموضوع صعب. لكن كان نفسي أن أنا تموحي أن أنا كنت أكون متواجد فترة أكبر في نادي الأهلي وحقق تموحي مع الجمهور ومع النادي. لكن الحمد لله طبعاً أنا تواجدت في فترة مع نجوم أنا باعتبره أن هم كانوا منتخب مصر. يعني هما السبب الرئيسي لحصول منتخب مصر على ثلاث بطولات أفريكا معكة حسن شحاتة. هذا الجيل العظيم يعني. وجيل خلد اسمه في تاريخ الأهلي. وأعتقد جماهير النادي الأهلي ما تنساش الجيل ده من العيب. ويمكن عشان كاب نشوف أن الجيل اللي موجود ده اتظلم شوية. يعني العشرة التانية العشرة السنية التانية يعني أصد في الألفية. كان فيه زروف كتير جداً صعبة. ورغم كده الأهلي قدر يعمل فيها بصمة. يعني قدرنا نفوز بدوري أبطال أفريقيا مرتين. قدرنا نوصل نهائي مرتين. ولم نوفق. قدرنا ناخد كونفدرالية. قدرنا نختم طبعاً بالسلسية في السنة دي. وده يخليني أسألك. بما أنك أنت عصرت الجيل الزهبي ده وكنت موجود معهم. شايف أنه جيل ده جيل اللي ختم السيزن اللي فات بالسلسية. قادر أنه يكرر إنجاز العشرة الأوائل. الجيل الزهبي اللي كنا لسه بنتكلم عليه. لا أنا بشوف طبعاً أنه قادر. تحسب لنادي الأهلي طبعاً في البداية إنه بيقدر يجهز لعيبة في ظل إن فيه لعيبة كبيرة. زي كان أبو تريكا وبركات والجيل العظيم وعماد متعب والجيل ده كله. إنه كان قادر إنه يجهز لعيبة تكون متواجدة وتشرب من اللعيبة الكبيرة. كان عبدالله السعيد كان لسه جاي ووليد سليمان من الناس اللي هي خدت الخبرات بسرعة وسط النجوم اللي كانت موجودة. قادروا يكملوا المسيرة مع ناد الأهلي. وغيرهم غير عبدالله كمان ووليد سليمان لعيبة كتير جداً بشوف إن الجيل الحالي لحق السلسية ببارك لهم طبعاً من خلال قناة ناد الأهلي ومن خلال حضرتك وإن شاء الله مزيد من نجاح إن شاء الله في السوبر الأفريكي. رغم إن كان فيه صعوبات كتير جداً السيزن اللي فات يعني السيزن بتاع السلسية ده يمكن يكون أصعب سيزن وجهه نادي الأهلي في العشرين سنة الأخيرة. أكيد. يعني لعيبة بتلعب مدرجات فاضية وانت عارف إن أنت لعبت مع موضوع الجمهور مختلف. طبعاً طبعاً جمهور اللي لما كان بيبقى مالي السام تالي فيه جيل نهاردة بيشجع كورة خلينا نقول من خمستاشر لعشرين سنة. الجيل ده زمان في العشر الأوانين كان لسه زغير. يعني ما يعرفش عن إيم درجات ما يعرفش عن إيه أهلي وعرفش عن إيه جمهور الجيل ده ما شافش الأهلي وسط جماهيره طبعاً. يعني إيه جمهور الأهلي في المدرجات؟ لا الموضوع كبير جداً. موضوع الجمهور بيدي باور غير عادي للعيف في المباراة. في بعض لعيبة عصرة الجمهور شناوي أيمان أشرف ساعد السمير. في بعض لعيبة طبعاً وليد سليمان النجم الكبير ومن من أرجل اللعيبة الفترة الحالية والفترة اللي فاتت في النادي الأهلي بتمناله طبعاً الشفاء وإن شاء الله يكون متواجد المباراة القادمة. لا موضوع الجمهور موضوع مختلف خالص. جمهور بيعالي لعيبة بشكل غير عادي خاصة جمهور نادي الأهلي. إحساسك وانت شايف وانت داخل الملعب بيدي كبار غير عادي. أول مرة دخلت أول مرة لها كان مباراة أهلي وزمالك. كانت أهلي وزمالك مع مستر مانول وكسبنا فيها 2-0. كان الهدف الأول بحمد فتحي والهدف تاني لعمد متهم كان ساعاتها جاء بركات في المعسكر وقال لي خلي بالك عشين تتلعب بكرة كنت أتفرج على لي في تلفزيون. فأنا كنت موجود في الأسكور ده بالنسبة لي حاجة كبيرة. فأقال لي لا هو الخواجأ دايما بيحب ينزل وجوه جديدة في مباراة أهلي وزمالك. والحمد لله فعلا كنت أقول بركات هو اللي بلغك. بالله. فلعبت الحمد لله المباراة وقدت بشكل كويس جدا. ومستر مانول شكر فيها جدا. كنت أنا أحمد فتحي. مستفقات اللي لسه جاية في يناير. وكان بالنسبة لي خضت الجمهور دي حاجة كبيرة جدا. بس في نفس الوقت خدت باور غير عادي. نزلت قديت اللي علي. وبالنسبة لي حاجة كنت بأحلم بها أن أنا كنت متواجد وسط سبعين ألف متفرج. موضوع مختلف خالص. حتى لو اللعيب نازل بنص إمكانياته مجرد أنه بشوف جمهور. الموضوع بيختلف مع مئة وتمين درجة. تحسب طبعا للعيبة في أنهم يحرزوا السلسية لنادي الأهلي في عدم موجود جمهور. حاجة كبيرة جدا. ومسلم طويل. وتحسب لمجلس الإدارة. والجهاز الفني. واللعيبة المتواجدة كلها. ومسلم طويل جدا. على مدار 13-14 شهر. بسبب موضوع كورونا. وإنك ترجع بعد كورونا. بالأداء دوت. وبالشكل دوت. وبتحرز بطولة أفريقيا. اللي هي من أهم البطولات الجمهور النادي الأهلي. بطولة المحببة للعيبة طبعا بشكل خاص. فطبعا بكني لهم كل الاحترام. ومن خلال حركة ببريكلوهم تاني مرة. وأنا مبسوط جدا بصراحة بالاختيار لمستر موسيماني في الفترة الصعبة دي. نجاح من لجنة الكورة. ولجنة تخطيط. ومن مجلس الإدارة. وكابتن خطيب. إنك تختار مدير فني في وقت دايق زي دوت. عنده خبرات في أفريقيا. وتقدر تحقق البطولة. ده موضوع يحسب للجهاز الفني ومجلس الإدارة طبعا. مين أفضل لعيبة في النادي الأهلي من وجهة نظرك؟ عمل وسيزن الساسنائي كان سبب في نجاح الأهلي في تعيق السلسائي. بصوا طبعا فرقة كلها نجوم. من أول عامل غرفة اللبس لحد لعيبة كلها لحد لمجلس دارة. لكن أنا بقول لو مفيش دكة قوية في النادي الأهلي. مكانش يظهر اللعيبة بالشكل ده. بشوف إن الشناوي طبعا رقم واحد بتمناله التوفيق طبعا. وربنا يحفظهم جميعا كلهم. رقم واحد في النادي طبعا محمد الشناوي من أرجل اللعيبة ومن أهم اللعيبة اللي اكتسبت خبرات في وقت قصير. وقدر يكمل المسيرة. بشوف إن أيمن أشرف ماشي بشكل كويس جدا من اللعبة المؤثرة جدا في مكانه. رغم إنه هو تشخص في مكان غير مكانه اللي احنا عارفينه. سبحان الله. آه طبعا. ربنا ما بيعملش حاجة ويعلمش أبدا. طبعا. يعني أيمن تقلق ومزال الحقيقة. تحسب المدرب إنك تقدر تشخص لعيب في مكان مختلف. دي تحسب المدير الفني بشكل كبير جدا. بشوف إن السلية وحمدي فتحي وقاليو ديانج من أهم اللعيبة في مسيرة الدورة المصري هذا الموسم في خط الوسط. طبعا أفشة من اللعيبة المهمة جدا. معالي معلول من اللعيبة المهمة جدا. المجموعة دي بالذات بالأخص طبعا. وليد سليمان من أهم اللعيبة وكان معه محمد فتحي اللي قدروا فعلا يعرفوا يستحوزوا على قط اللبس ويعرفوا يخلوا اللعيبة الزغيرة تكتسب خبرات ويعرفوا إنهما إزاي يرجعوا بطولة أفريكا للجمهور طبعا كان دايما بينتظرها. وأنا واحد من ناس كنت بتمنى أن الجيل ده تياخد بطولة أفريكا عشان يعرف في قيمة كاس عالم الأندية. هكلمك عن مشوارنا السنة دي وسعي الأهلي طبعا. إحنا عندنا أكثر من مشوار مهم جدا. الدوري البطولة المحببة ودوري الأبطال البطولة المفضلة. والأهم من دول يمكن يكون انتظار جماهير النادي الأهلي لبطولة كاس العالم للأندية. سنة صعبة بس أهلي عشرين 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 واحد وعشرين مختلف عن أهلي سيزن اللي فات. هسمع رأيك واعرف منك. بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامك. نجموس النجوم قصة غير. صحيح في ناس كتيرة جدا ولعيبة. امكانياتها ومهارتها وقدراتها تسمح لها أنها تتقلق وسط فرق كتيرة جدا. لكن عشان تتقلق وتنور وسط نجوم النادي الأهلي المهمة صعبة. وده كان المحور الأخير اللي اتكلمت فيه مع كابتن محمود سمير ضيفنا في السادسة طبعا للمنورنا النهاردة. وموضوعات كتيرة جدا. هنحاول يعني نتناس فيها. أهلا بحضرتك مرة تانية. أنا وقفت معك قبل الفصل على طول على فكرة أنه الأهلي السندي غير. انت شايف أنه فرقة الأهلي السندي مختلفة عن الفرقة الخادة السلاسية. وده على السيزن الجديد بالنسبة المشوار بقى فيه بطولات كثيرة جدا مستنياها جماهير الأهل. بشوفهم طبعا غير. خاصة بعد العودة للخماسي من الأعرى. محمد شريف. صلاح محسن. أكرم توفيق. نصر ماهر. أحمد ياسر ريان. بالأخص كمان بعد إبرام صفقة بيكهم وبدر بنون. وطهر. وطهر محمد طهر طبعا من اللعبة المهمة جدا. فتمن تسعة لعيبة جوم نادي الأهلي. الموضوع سيبقى مختلف جدا. زي مرة الكرة بتجيله ويبقى كده بيتعزم وشوت عالجوم بتقول كرة دي رايحة. نا بنغمى دينينا وعافين يا رايحة الأن طبعا يعني معتز يينو أكيد طبعا. كابتن معتز يينو معنا على التليفون ساخيري كابتن معتز. حبيبا ثامرة عامل حبيب زيك. أخبارك كيه كابتن محمود معاك تفضل. حبيبا يينو. انت برضو ثامرة ما أنا بسلم عنك. احنا الاتنين صحيح صحيح من الاتنين تمشي. أهلا بيك كابتن معتز منوارنا. ربنا خليك شرف لي لأنا موجود معاك ودايما منوارين وطور محمود ثامير منوار النجمة بتاعنا الحريب. حبيبا يينو يا مدفعجي. حبيبا ربنا خليك وحشني يا حود اولو. حبيبي وانت والله يعني من اللعيبة المهمة جدا في تاريخ مصر كلها معتز يينو. يعني النجم النجوم الشويطة. يعني ما تقدرش تنساه يعني هو من اللعيبة يعني تيجي تقول مثلا كابتن حمزة الجمل. كابتن محمود أبو الده. بتقول معاهم معتز يينو من اللعيبة المدفعجية يعني. طبعا. حبيبي يا حوزة ربنا خليك. زكريات جيل مهم جدا وما ننساهوش يا كابتن معتز للنادي الأهلي وبتهالي بينك وبين كابتن محمود جهو الملعب وبرا الملعب لقطات كتير جدا. اه طبعا. لا محمود كان يعني من الناس المؤدبة جدا والمحترمة جدا. واحنا كنا في الاهدي. ولما النادي الأهلي اشترى محمود من الزبتنة. كان ساعتها هو مكسر الدنيا بتبتنة. ومحمود يعني مش بقول كده والله عشان هو موجود معك أو في الصفانية. لا محمود من اللعيبة من عمر اللعيبة اللي كانت يعني مصر. يعني كرة في رجله كان هو حتى لما جيه قالك الصفقة دي دخلت كتابو تريكا ساعتها. حقيقي انا فاكر. احنا كنا ساعتها في الاهلي. كنا منتظرين بقى محمود سامير المتاع. فلا لعيب لعيب هايل طبعا. وكان اضافة لنا. وحضر بقى كمان مع مع النجوم بقى اللي عمليك عبو تريكا وبركات والجمعة الكيل العظيم ده اللي حقق بطولات كتيرة. فمحمود كلي النصيب اللي هو يشارك ويحقق بطولات كتيرة مع الناد اللي قالي وخد بطولات كتيرة مع الناد اللي قالي. فهو يمكن هو كمان يمكن يحكي لك بقى على بخولة الفين وثمانية. ساعة القطن الكاميروني. فدي كم فيها برضو مواقف كتيرة وكان فيها حاجات كتيرة دي. طب انت تفتكر لنا منها بقى كابتن موتزو انت منع التليفون. عايز اقول لك بس عشان هو ما يهربش منك. هو من أخف دم العيبة في مصر. طبعا معروف. طبعا كابتن موتزو. اينو هو واستكوزا. يعني من أخف دم العيبة تقابلهم في حياتك. ايه قصة القطن؟ لا. كان ساعتها احنا كنا دخلين على مبارات القطن الكاميروني. هذه اللي احنا كتبنا فيها سنين. كابتن شادي محمد ووحمد حسن. كابتن الناس الكبيرة النجوم ابو سريكا وبركات وكابتن احمد حسن الشادي والجمعة. وكان في بقى الكباب بقى احمد السيد جينو. سمير. محمد سمير. اه حسام عشور. احمد على الارمينة. فده كان كان هو بيحفزنا دايما كابتن احمد حسن. وقال لنا انا هاتف هنا كمان مكافأ لو خدنا الفقودة. فاحنا كلنا عارف. كنا بننزل التمرين بيعني. مش عايز اقول لك ان التمرين بيطلع الشرار. فكنا فعلا. اه الله فعلا. وكنا مركزين جدا. اللي احنا عايزين نعمل حاجة طبعا. وحاجة لنا وكنا بقى مركزين في كمان في المكافأة اللي احنا نخدها. كانت دي اهم حاجة. عشان نرجع مبسطين. اه غير بقى اللي طبعا كان فيه محبة بقى. الموضوع كان مختلف خالص. كان فيه محبة بقى وفتار. بس احنا كنا بنقدر نفصل بقى. بين المشاط وبين التمرين وبين الضحكة وقت لي يعني. بس اقول لي يا كابت المعتذر. انت يعني لفت نظر انه كان فيه اجيال مختلفة في التوقيت ده في النادي الاهلي. انتو كلعبين صغارين جوه الملعب. يعني بتتعاملوا ازاي مع الكبتن الكبار. بتعاملوا ازاي مع تريكا. انا الجيل الوسط. مش طوال كابتين. الجيل بقى اصغر مننا. كان عمر وردة معانا. كان عمر جمال. سعد النفير. ايمن اشرف. ودول انت اللي كنت تدينهم كفاءات. يعني انت كنت تتوعدهم. لا احنا كنا بلاخد بس. لا احنا كنا بلاخد بس. لا احنا كنا بلاخد بس. احنا كنا بلاخد ثلاث فاءات. اجيال كبار قوي. وبعدين الوسط احنا الشباب. وبعدين الصغارين اللي لسه تلاقيكم السعادية. الشهاب والشام محمد. احمد شكري. عمر جمال. ده جيل اللي كان لسه طالع بقى الصغارين. بس احنا بقى كنا بناخد بس. احنا كنا بنعلم الناس التانية بتاخد الزباية بعد. بس اقول لك كان يعني الجيل ده بجدس. طبعا. الواحد يحسن نفسه اللي هو. حيث اقول لك يعني اشترك مع الجيل ده والناس المحترمة دي هو حق ابو طلاب الناس الاهل كتيرة. طبعا. الواحد يحمد ربنا اللي هو عشر الناس دي. وبتمنى المحمود ثمير التوفيه. وهو من بعيبة المؤتبة جدا. جدا. وفسها محترمة جدا. بتمنى له كل التوفيه بحاجة. حبيب ايه. نورتنا وسعداء بسماع صوتك كابتر معتز. ونتمنى نشوفك. والروح اللي انت بتحكي عليها. وبتتكلم عليها دي. يعني الموضوع. انا فاهم ان الكرة طبعا. امكانيات ومهرات وانسجام ولياقة. والكلام ده كله. وتاكتكس ومدير فني. بس مهم جدا ان الروح دي تبقى بتجمع الفرير واحد. عشان يقدر يحقق الكم الكبير جدا من البطولات. حبيبك كتير يا كابتن محمود. يعني نقول الرو تاني معنا نجم النادي الاهلي كابتن احمد صديق معنا على التليفون. حبيبي قالو. يا عهودة. الصديقة نجم. ربنا خليك حبيبي عامل ايه. يا خلان. الحمد لله حبيبي. عامل ايه. اطورك ايه. الحمد لله حبيبي صديق. كابتن احمد منورنا. سعداء دايما بسماع صوتك. ربنا خليك موفق دايما كده. وبالتوفيق دايما حبيبي. الله يخليك كابتن احمد. معك محمود بقى يعني اتكلم ولا حرجة. حبيبي صديق. يعني جبتلي. يعني من احسن اتنين انا بحبهم عصرتهم. وقيت الفرق ما كنتش بتحبه. لا بحبهم كلهم جدا طبعا. لكن صديق وينو من الناس انا بعزهم جدا جدا بصراحة. وحسام عشور واحمد شديد واحمد عادل. اللعيبة دي. الجيل دا يعني بصراحة انا بالنسبة لي شرف لي ان انا لات معهم. لا احنا عارفين طبعا علاقتك بكابتن اينو وكابتن صديق الحقيقة. وارتباطك بهم جدا. فكان مهم جدا يكونوا موجودين معنا النهاردة. حتى لو سلطهم. لا والله أنا سعيد ان موجود معكم النهاردة. لانه محمود من الناس اللي تحب انك تشوفها وتتكلم معاها. محمود من الناس المقرمة جدا. ان كنت زي ما لسه اينو قايل. من الناس الواحد أنا ممكن يكون زعلان منه. لانه ممكن يكون قصر في حق نفسه كتير جدا. لانه كان عنده اكتر من كده بكتير اوه. محمود من اللعبة كويسة جدا جدا جدا. لكن هو اصرف حق نفسه. لكن هتمنوع التفكير في اللي جاي ان شاء الله. وانه معوض كتير اوه من اللي فاته يعني بذل انت. ان شاء الله حبيبة صديق. حبيبة محمود. بالتفكير دائما حبيب اللي جاي كده ان شاء الله. السلام لحبيبة حبيبة صديق. في ذكريات اكتر حاجة تفتكرها لكابتن محمود. اوه من الملعب بره الملعب يعني زي ما انت تحب كابتن احمد. نحن موقفنا كتير جدا يمكن الاسماء اللي هو ذكرها دي. كنا مش عزي نقول شيء الا لكن. كنا قربين من بعض كدا. اين وعشور وشديد. ومحمد ثمير وكابتن احمد حسن. صقر. وكابتن احمد بلال. يعني مش عزي ننسى حدك. وكنا اول السبعة ثمانية كده. كنا نحب نبقى مع بعض كل حاجة. الفترة دي احمد كمان. الحمد لله يمكن على قد حبنا البعض ده. وقاد وقاد المرح لكل اللي موجودين فيها. ولكن بقبل الله يمكن. التركيز كان بيبعلي جدا في كل البطلوات. في كل المتشاط. ما كانش بيأثر ابدا على تركيزنا في المباراة ابدا يعني. يعني. يمكن محمود ما اخذ معنا بطولة افريقيا. كنا مع بعض. كتر من السفرية. كان بيبعلينا موقف ستيرة جدا جدا. كلها بحب. يمكن بيانطبع علينا في المتشاط. مش مهم من من يلعب. المهم من النادي بيكسر. محمود من الناس اللي واحد كان بجد. بممسور جدا هو معاه. ومحمود من الناس قربة مني جدا. يمكن احنا باستمرار مع بعض حتى دلوقتي. وعلى تواصل دايما. وإن شاء الله نفضل على تواصل دايما بعض. إن شاء الله. الناس. قد ناخد رأيك في حقيقة كابتن أحمس. ناس كتيرة جدا. والإعلام كتب على كابتن محمود. بعد انضمامه طبعا من التنسانة. أنه محمود سامير هو خليفة كابتن أبوتريكا. وفي الوقت ده كابتن أبوتريكا الحقيقة يعني كان بيقدم مستويات أكتر مع. تفتكر ده ظلم اسم محمود سامير. أو أثر على مشواره بشكل سلبي. تفتكر المقارنة مع أبوتريكا اللي كان يعني. المقارنة صعبة. لكن محمود سامير كان جاي. وكذلك كل هكذا بتتكلم عليه بشكل كويس جدا. وكان جاي كل هكذا خليفة كابتن أبوتريكا فعلا. وأنا ممكن. خداية كلام. ولكن أنا ممكن كنا نزعلان منه. لأنه هو أثر في حلاسه. وكان عنده أثر من كده بكثير جدا. لأنه فعلا من اللعيبة اللعيبة المهمة. أرثم ده كنت دلوقتي. أولا أول ما بتلاقي العيب تقول إنه اللعيب حريف. حقيقي. لسه كنا بنقول الكلام ده قبل الهواء على طول أنا وكابتر بنحمون. دي حقيقة يعني. فمحمود كان من اللعيبة الحريفة. اللي كانت مهمة جدا أنها موجودة في الملعب. أتمنى أنه التفيف اللي جاي إن شاء الله. 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 حبيبة صديقة ودسلة مع الكلام الجميل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نورتنا شكرا جزيلا. بمناسبة المقارنة يعني. الأول خلينا اسمع رأيك فكرة المقارنة بين محمود سمير. اسم محمود سمير. عفل دخلت على فرقة عتاولة يعني. عتاولة يعني. يعني متأكد إنه اللعيب مهما كان موهوب. ومهما كانت خدراته بماراته. عشان يخش على الأسماء دي. اللي كانت يعني بالطول والعرض. مسيطرة على كل حاجات. بيبقى تحدي صعب. بس مقارنتك بكتن أبو تريكا. أو إنك أنت خليفة أبو تريكا. ده سبب ضغط عليك. ده أثر على إنك أنت تباين خضراتك أو. أنا طبعا فجأة لقيت الإعلام بيقارني بأبو تريكا على طول. من ساعة ما نادي الأهل تكلم علي. ودخل نادي الزمالك تكلم علي. في ناية ترسنة. ولقيت مرة واحدة. كان حتى مجلة. ساعة أنا فاكر إسمها كانت تسمع نجم الجماهير. قالك محمود سمير خليفة أبو تريكا. أول من أطلقه وهذا اللقب يعني. أي. مجدبش عليك أنا زعلت وفرحت. فرحت أنك بتتقارن بحد نجم كبير. أو أنت زيه أو بيشبهوك زيه. لكن ما كنتش أتوقع عن الموضوع. ممكن يقلب معي 180 درجة. وإنت متواجد في نادي الأهلية. للناس العطول منتظراك أن أنت تنزل تبقى زي أبو تريكا. خاصة أن أنت ممكن تقارن ثلاث أربع ماتشاة ما تلعبش. وتيجي مباراة تلعب. فالموضوع بيبقى مختلف. لكن كان طبعا عبء كبير. وبالأخص الفترة اللي هو كان متواجد فيها في النادي الأهلي. حق بطولات كتير. كان من أحد أسباب مكسب النادي الأهلي في إمبارات مهمة جدا. حق مكاسب كتير مع المنتخب مصر. كان لها الشرف أن أكون متواجد معها طبعا. طيب بمناسبة المقارنة دي أنا عايز أسألك. لأنه في نادي زي النادي الأهلي. مدام قررت تدخل تلبس التيشرت. سواء بتلعب مع زميلك في نفس المركز. أو جاي وراء اسم كبير كان في نفس المركز ده. يعني أنت كنت بتكلم على كابتن أحمد فتحي. جاي وراء تاريخ كبير جدا. مثلا زي فيه كان فيه إسلام الشطر طبعا. وفيه بركات لعبها في بعض الأوقات. وفيه طبعا واحد من الأساطير نادي الأهلي كابتن إبراهيم حسن. طبعا. بس الجماهير لازم تعمل المقارنة دي. والجماهير لازم لما تشوف حد جاي على سبيل المثال مثلا. في مركز بلايميكر مثلا. النهاردة عندنا مجدي بيلعب الدور ده. دخل ناصر ماهر. فطبيعي جدا حقارن بين الاتنين دول. وهقارن بينهم وبين اللي كان موجود قبل منهم. طاهر جيه. أحمد ياسر ريان جيه. محمد شريف جيه. طبيعي جدا. هقارن بينهم وبين بعض. وأقارن بينهم وبين اللي هما جايين وراءهم. فاهم قصدي. ده شيء طبيعي جدا. والأهم تقال يا محمود. إزاي اللعيب يتعامل مع ده. بس هي أنا بشوف طبعا الجماهير غصبة عنها. جميل غصب عنها أنها بتقارن لعيب صفقة جاية جديدة. للنادي الأهلي أنها بتقارنه باللي كان قبله. لكن أنا بشوف أن دي مقارنة ظلمة. ما أقدرش أقارن الفترة اللي جي فيها ناصر ماهر. وقال لك خليفة عبدالله السعيد. لما جي الإعارة الأولانية. ده الأولانية. وظلم وناصر ماهر. رجع سموحة تاني. أدى بشكل كويس. رجع النادي الأهلي تاني دلوقتي. نفس القصة رمضان لما مشي. تفسك التجربة المرة دي من وجهة ناصرك هتكون مختلفة. التجربة المرة دي مع ناصر ماهر هتكون مختلفة. لأن خلاص هو خد الطلعة الأولانية. نفس القصة طاهر. لما جيم المقاولين. والناس كارنيتوا أن ده هيبقى البديل لرمضان صبحي. لا جمع الموضوع مختلف خالص. الموضوع أن كل العيب لي ستايل مختلف. بركات كان نجم كبير في نادي الأهلي. ودائما أقول أنه من الناس اللي كانوا نجوم من العناصر الأساسية في نادي الأهلي. لكن مهارته مختلف عن أبو تريكا. مختلف عن نعماد متعب. كل واحد لي ستايل مختلف. فما ينفعش أن أنا أجي دلوقتي في الوقت الحالي. أقول أن بدري بنون. الناس بكرونه بكبت نادي نحاس. أكبت نادي نحاس ده تاريخ كبير جدا. في نادي الأهلي. واللونج باس بتاعته ما تلاقيش. لبرو كان بيعملها خالص في السنين اللي فاتت. من بعد ما هو بطل. فما قدرش يا كارن وظلم لعيب. بدري بنون هيبقى من لعيبة كويسة جدا. وصفكة مهمة لنادي الأهلي. بالمباراة اللي هو أدها الفترة اللي فاتت. لكن ما تزلموش. بلاش الجمهور يظلم اللعيبة. بلاش تظلم طاهر. وهو لسه بيحاول يدوب أنه ينسجم مع اللعيبة. ما تظلمش ناصر. وهو لسه راجع. وبيقول أنا لسه بسم الله. أنت لهم حسستين أن الجماهير ما بترحمش يا كابت المحمول. لا الجماهير طبعا نادي الأهلي ما بترحمش. لأن أنت مطالب أن أنت تاخد بطولة. مطالب أن أنت تهدف كراس حربا. نادي الأهلي نفس الفراس حربا يهدف له. برح بهني طبعا محمد شريف من غلال حضرته. ما رأيك في مطش الغزل مبارح؟ أنا تفرجت على 18 مباراة لتلعبه. في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني كلهم. دوري بدأ بداية قوي جدا. نسخة دي مختلفة. مختلفة لسبب. من وجهة نظر الشخصية أن فترة انتهاء الدوري اللي فات. وبداية الدوري الحالي فترة قصيرة. طبعا ما فيهاش فترة إعداد زي السنين اللي احنا متعودين عليها. فالردي اللعيبة جاهزة. الثلاث أسابيع أو الأسبوعين اللعيبة خدتهم راحة. مش راحة يعني. لا نادي الأهلي الوحيدة ما بيخدش راحة. نادي الأهلي ما خدتش. اللعيبة مسافدتش قدامها. يعني العرف في نادي الأهلي اللي ما فيهاش راحات. طبقا للبطولات اللي نادي الأهلي مشارك فيها. والحمد الله اللي اللعيبة على قد المسؤولية. وقلت حركة طالما فيه دكة قوية. ما تقلقش عن نادي الأهلي. خاصة أن فيه إصابات كتير. لكن الحمد الله البداية لطول ما هي جاهزة. وديتشطرة مدير فني. وفي نفس الوقت فيه كلمة قالها إينو وقالها صديق. وأنا بجمع معهم على القصة دي. لو ما فيش حب ما بين اللعيبة صعب تحقق السلسية. أو صعب تحقق بطولة الدوري أو كاس مصر. الحب ما بين اللعيبة دي حاجة مهمة جدا. واللي بينجح فيها أكثر والمدير الفني. دي كانت قصة كان مستر مانويل. دايما كان هو محب باللعيبة كلها في بعض. صحيح. وأنت بتكلم على اللعيبة. أنا فتكرت قائد نادي الأهلي. وأنت قلت أنه كان لي دور كبير جدا في مشوار نادي الأهلي في السلسية. كابتن محمد شناوي اللي بيحتفل بعيد ميلاده. وإحنا وجهنا له تهنئة. أنا عايزك تشوف يعني خدت بالي من اللعيبة. عملت له تورتاية النهاردة في بعد التمرين كده. اللعيبة والجهاز احتفلوا به. وعملوا له تورتاية. فأنا خدت بالي من الصورة اللي اللعيبة حطتها على التورتا. وقلت أكيد وراها حاجات كتير محتاج أنت تقرها لي. أو تقول لي تفتكر كابتن محمد شناوي في الصورة دي. يا ديت نعرض صورة كابتن التورتاية بتاع التعيد ميلاد شناوي. الصورة بيتهيق لي اختيارها وراه يعني. وراه حاجة. وراه حاجة. أكيد طبعا. فأنا عايزك تقرأ كده الصورة دي. أهي الصورة وراك كابتن محمود. أو زهرة وراك على الشاشة. أهي يا كابتن محمود. ده طبعا أثناء الاحتفال ودي التورتاية. وحوالين جوم النادي الأهلي هما بيحتفلوا. بس تفتكر ليه اختروا له الصورة دي تحديدا من من. أقول لك. هو طبعا الأول اللي بقول الشناوي كرسون طيب. وعبال مئة سنة. ودايما متقلق يا رب إن شاء الله. ودايما قد شرط القيادة للنادي الأهلي. إنها شارة كبيرة جدا وتقيلة جدا. بشوف إن الصورة دي بالأخص. إنه هو اللي اختروا له هالتورتاية دي. كان فيه ناس بتشكك في قدرات النادي الأهلي. في بطولة أفريكيا. والبطولة غايبة عن نادي الأهلي بقالها سنين. فمن الواضح إنه هو بيقول الناس يعني خلاص. هو حق السلسية وحق بطولة أفريكيا. هذا الحاجة اللي كانت جمهورنا دي الأهلي منتظرها لفترة اللي فاتت. جماهير بتبقى أو اللاعبين بتبقى شغلة بلهب. يعني كنت بكلم معك على السوشال ميديا. قلت لي إنه السوشال ميديا أثرت بشكل سلبي جدا على اللعيبة. وعلى تركيزها وعلى تفكيرها. تفتكر الموضوع ده حاصل بشكلك؟ أكيد. يعني أنا وجهة نظر اللي بقولها دايما في كل حتة. السوشال ميديا مؤثرة جدا على اللعيبة. في خلال السبعة، تمام سنين، عشر سنين اللي فاتوا. المواهب قلت. زي ما كان بيقولك إينو صديق. اللعيبة الحريفة بقى ملعيلين جدا. زمان كنت تلاقي في العشر سنين اللي هو من بداية مثلا من 2005 لحد مثلا 2012. في الفترة دي كان فيه لعيبة حريفة كثير جدا في كل أندية في الدارة مصري. كنت تيجي تشوف في كل أندية فيه ثلاثة ربعة لعيبة تقال. تقال بمعنى تقال. دلوقتي اللعيبة قلت. الحريفة المواهب قلت. تشوف أن السوشال ميديا واخدة كثير جدا من ذهن اللعيب. الفترة الزمان اللي إحنا كنا فيه في الجيل اللي كنا فيه كان لعيبة مركزة في الكرة فقط لغير. كانش فيه حد بيشغل باله إيه كتب عليه أو منازل بكرة صورة إيه وكومنتات إيه ورأي ناس إيه. يمكن كابت المحمود بس عشان المدرجات فاضية لكن لما الملاعب تفتح أبوابها استقبال الجماهير مرة تانية. الجمهور يبقى موجود مع العيب في التدريب وفي الماضي اعتقد الوضع هيتغير بشكل كبير. والسوشال ميديا هتتراجع بشكل كبير. وده الحقيقة شحسين لأنا أتمنى لأنه ده بيضيف على الكرة متعة جديرة جدا. طبعا. طبعا. شرفتنا ونورتنا. ربنا خليك. والسعيد إن أنا كنت متواجد معاك. أنا سعيد إنك كنت معايا النهاردة. والوقت جالي معاك بسرعة جدا. كان نفسي نقعد ندردش في مواضيك كتير جدا. بس بشكرك على تنبيته الدعوة وعلى جودك معنا على شاشة الأهلي في السادس. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لحضراتكم. بنتدي معاكم أسبوع مهم جدا. وبالتأكيد هنتابع معاكم على مدار الأيام اللي جاية. صفر واستعداد النادي لأهلي إن شاء الله. لخوض أولى جوالات مشوار دوري أبطال إفريقيا العشرة يا أهلي. لقاء سوني داب بطل النيجر في نهاية الأسبوع الحالي. بشكر حضراتكم على متابعة حلقة النهاردة. نشوفكم بكرة إن شاء الله حلقة جديدة والسادسة.